بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وختام الأنبياء والمرسلين ورحمة الله تعالى للعالمين اللهم صلِّ صلاةً كاملةً وسلِّم سلامًا تامًا على نبيين تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الحواج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بواجهه الكريم وعلى آله المترجم الذي سيطرجم معي أول ما أستفتح به أول ما أستطيع أن أرحبا بكل الحضور الكرام وأن أرحبا بكل الحضور الكرام وأن أقدم إلى كل واحد منكم بسمه وصفته وشخصه خالصة حياتي وحبي وترحيبي به وأعطيكم جميعاً وأعطيكم جميعاً وأعطيكم جميعاً جميعاً بالمولد النبوي الشريف وأعطيكم جميعاً أعطيكم جميعاً وأعطيكم جميعاً وإن أعطيكم جميعاً وأعطيكم جميعاً محمد حلال عيدد نائب رئيس نهضة العلماء واشكرو نهضة العلماء على دعوتها لهذا المجلس كما أشكرو الحبيب هلال عيديد على تشريفه بالحضور كما أتقدم لكل أبنائي وطلابي وإحبابي في مؤسسة أسامة العلماء على نبلهم ووافائهم وأشكروهم على حبهم الصادق للأزهر الشريف وليعلمائه الأجلاء وأشكروهم على حبهم الصادق للأزهر الشريف وليعلمائه الأجلاء وإحبابيهم أن يكونوا علماء نافعين لطنهم العظيم وإحبابيهم أن يملاقوا رجاء هذا الوطن بالإلم والرحمة والأمان ثم بعد كل ذلك ثم بعد كل ذلك يسعدني ويشرفني كثيرا أن أعبير نفسي الآن واحدا منكم وأن أرحب معكم بالضيوف الكرام الآن أعتبر نفسي واحدا من أبناء Indonesia ويشرفني ذلك ويشرفني ذلك ويشرفني ذلك بكاملي الترحيب والحفاوة بهذه الكوكبة المواقرة من علماء الأزهر الشريف سيخ آلي جمعة سمحت السيد عبد الحدي القصبي شيخ مشايخ الترق السوفية في أرض الكنانة مصر سيخ آلي جمعة سيخ آلي عبد الحدي القصبي كتوى جمعيه ترقى 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 كما أرحب بأخي ألكريم الأدعى إلى الله تعالى على بصير حضرت الأستاذ الشيخ Jabir البaghdadi saya juga mengucapkan selamat datang kepada صدي时 أدعى إلى الله شيخ Jabir البaghdadi كما أرحب بالإبن الألكرم المنشد العالمي المشهور الإبن الألكرم Mustafa NATO Saya juga ucapkan selamat datang kepada anakku منشد internasional شيخ Mustafa NATO كما يسرني أيضا أن أرحب بأخي وصديقي وحبيبي السيد الدكتور سلطان الرميثي سيد سلطان الرميثي مدير جامع الشيخ زايد الكبير في سولو وليبن البار لوطنه العظيم الإمارات العربية المتحدة الشقيقة yang merupakan putra yang berbakti kepada negaranya Uni Emirat Arab هذا المجلس بعد كل هذا الترحيب majlis ini yang setelah sambutan yang saya sampaikan barusan فنقرأ فيه طرفي صحيح البخاري الحديث الأول والحديث الأخير مع ثلاثيات البخاري وعددها إثنان وعشرون حديثا pada kesempatan kali ini kita akan membaca صحيح الإمام البخاري hadis pertama dan hadis terakhir begitu pun juga صلاثيات البخاري yang mana adalah tiga sanat antara Imam Bukhari dengan Rasulullah yang jumlahnya adalah dua puluhan hadis ثم نستمع إلى كلمة نيابة عن الوافد كله على لسان حضرت الأستاذ الجليل الشيخ إبراهيم الحدهد setelah itu kemudian الشيخ إبراهيم الحدهد akan menyampaikan ceramahnya kepada kita ثم نستمع إلى إنشاد من الإبن الكريم Mustafa Atif kemudian kita akan menyimak dan mendengarkan lantunan dari Syekh Mustafa Atif ننتي akan diakhiri dengan ceramah dari Mawlana Syekh Ali Jum'ah Hafidhahullah وبعد أن يتم سرد طرفي صحيح البخاري والثلاثيات سأتشرف بتقديم الإجازة إلى الحاضرين في تلك الثلاثيات وفي صحيح البخاري مع الإجازة العامة بالسند الموسول إلى صحيح البخاري ثم إلى عموم المرويات ثم أنقلوا الكلمة إلى Mawlana Syekh Ali Jum'ah ليتفضل تشكور بإجازة الميع أيضا في أسانيه الكريم setelah kita membaca hadis pertama dan terakhir dari صحيح البخاري begitu pun juga ثلاثيات beliau سأتشرف akan memberikan إجازة atas kitab yang tersebut dan juga atas seluruh yang riwayat-riwayat beliau kemudian juga riwayat dari Mawlana Syekh Ali Jum'ah وقبل أن نستطرفي صحيح البخاري الحديث الأول والأخير والثلاثيات أقولوا كلمات موجزة جدا في كل مكان في الدنيا dan hati kita terpenuhi dengan warisan Nabi Muhammad فإن قلوبنا تمتلئ بالحب العظيم maka hati kita akan terisi dengan cinta yang agung الحب الذي نسع به الكون كله cinta yang mampu menampung seluruh alam ini نحن نحب الله جل جلاله kita cinta kepada الله جل جلاله ونعبده ونذكره ونشكره kita menyembah kepada Allah mengingat Allah dan bersyukur kepada Allah حبا لله karena cinta kepada Allah نحن نحب سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم juga kita mencintai Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم نحن نحب الكعبت المشرفة kita mencintai Kaabah yang mulia نحن نحب القرآن العظيم kita mencintai القرآن yang agung نحن نحب المسجد الأقصى kita mengagungkan mencintai مسجد الأقصى مسجدنا masjid kita semua وندعو الله أن يحفظ فلسطين kita berdoa kepada Allah semoga Allah menjaga Palestina نحن نحب نحن نحب السحابة الكرام kami mencintai para sahabat yang mulia نحن نحب أعلى بيت سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم kami mencintai seluruh ahlul bayt Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم نحن نحب الْاوطان kami mencintai tanah air kita masing-masing نحن نحب الْعُمْران kami mencintai memakmurkan kehidupan ini نحن نصنع الحضارة kami membuat peradaban نحن نحب الْعِلْمِ kami mencintai ilmu pengetahuan نحن نحب ذكر الله mencintai zikir ingat kepada Allah نحن نحب الجماد كلهو قال صلى الله عليه وسلم Uhud جبل يحبنا ونحبه kami mencintai semua makhluk-makhluk Allah bahkan yang merupakan benda padat Nabi Muhammad berkata Gunung Uhud adalah gunung yang mencintai kami dan sesungguhnya Nabi Muhammad yang mengatakan menunjukkan bahwasannya ada gunung gunung Uhud mencintai Nabi Muhammad dan Nabi mencintainya inilah merupakan petunjuk yang kita hidup di bawahnya mengapa Nabi Muhammad mengatakan gunung Uhud mencintai kami dan kami mencintainya tidak mengatakan gunung Uhud mencintai kami saja biasanya mengatakan gunung Uhud mencintai kami tapi Nabi Muhammad menjelaskan pada hadis ini dua perkara yang berbeda perkara yang pertama mengingatkan kita bahwasannya gunung Uhud meskipun dia adalah bebatuan dan gunung namun dia mencintai Nabi Muhammad meskipun dia adalah bebatuan pegunungan namun dia mencintai Nabi Muhammad kemudian setelah menyebutkan bahwasannya hakikat dari Jabal Uhud adalah gunung kemudian adalah gunung gunung Uhud gunung Uhud gunung namun dia tahu bagaimana cara mencintai Nabi Muhammad sayyidu sebaik yang menyebutkan sebaiknya gunung Uhud Nabi Muhammad mengatakan kepada kita gunung Uhud mencintai kami dan kami juga mencintainya نبي محمد mengajarkan kepada kita cinta dan bagaimana kita mencintai kami mencintai kejujuran mencintai kedermawanan begitu pun juga kasih sayang kemakmuran dunia ini kita mencintai tanah air kita kita mencintai Mesir yang agung dan Indonesia yang agung kita hidup untuk cinta dan demi cinta kita mencintai semua manusia dan Nabi Muhammad diutus oleh Allah sebagai kasih sayang untuk semua makhluk saya menutup kalimat saya dengan wasiat kepada kalian poin-poin penting poin yang pertama adalah petunjuk Nabi mengajarkan kepada kita untuk menghormati seluruh alam ini menghormati alam semesta semuanya semuanya manusia manusia mahluk hidup benda mati dan semuanya karena Allah memulai Al-Quran dengan kata-kata Allah lah Tuhan seluruh alam poin yang pertama adalah kita harus menghormati alam semesta semuanya siapa yang menghormati alam semesta dia tidak akan merusak alam tidak akan mengebom tidak akan menjadi teroris poin yang kedua menghormati manusia kami mencintai dan menghormati semua manusia baik muslim maupun non muslim tidak ada yang dizolimi oleh kami Allah berfirman kami sungguh telah memuliakan seluruh manusia poin pertama menghormati alam semesta poin yang kedua menghormati manusia poin yang ketiga adalah mencintai dan menjaga tanah air petunjuk Nabi Muhammad di maulid Nabi ini mengajarkan kepada kita untuk menjaga keutuhan bangsa negara kita karena mencintai tanah air dan menjaganya merupakan bentuk bakti kita kepada tanah air jagalah negara kalian dan saya juga akan menjaga negara saya sungguhnya kalian harus memakmurkan Indonesia angkatlah Indonesia di atas kepala kalian makmurkanlah setiap pelosok bangsa kalian jadikanlah Indonesia di posisi tertinggi di tempat yang layak bagi Indonesia saya akan melakukan ini juga di Mesir begitu pun begitu pun juga beliau akan melakukan hal yang sama di negaranya Emirat poin yang ketiga jagalah tanah air kalian yang keempat yang keempat adalah kita tambah makmurkan kehidupan ini yang kelima yang terakhir adalah bertambahnya keimanan mari kita ikuti bersama-sama apa yang beliau sebutkan kita teriakkan apa yang beliau sebutkan agar supaya dunia semua mendengar suara kita lima poin ini الكلمة الأولى احترام الأكوان احترام الأكوان أريد كل من في المسجد يتكلم معنا احترام الأكوان احترام الأكوان اكرام الإنسان اكرام الإنسان حفظ الأوطان حفظ الأوطان ازدياد العمران زيادة الإيمان احترام الأكوان اكرام الإنسان حفظ الأوطان ازدياد العمران ازدياد العمران زيادة الإيمان وصلى الله على مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رددوا معي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين كما ذكركم سنقرأ الحديث الأول من صحيح البخاري ثم نقرأ الثلاثيات ثم نختم بالحديث الأخير منه ثم كلمة موجزة من مولانا الجليل الشيخ إبراهيم الهدهد وأنشودة وجيزة من الإبن الكريم مصطفى عاطف ومسك الختام مع مولانا الجليل الشيخ علي جمعة نسرد الآن الأحديث سردا موجزا حتى ننجز المجلس وننصرف إلى ارتباطات أخرى إن شاء الله نسرد الآن الأخير من موجزة من صحيح البخاري ثم نسرد الآثة سردا كلمة موجزة من صحيح البخاري ثم نشيد من صحيح البخاري ثم نشيد من مصطفى عاطف ونأخيرا مع مولانا الشيخ علي جمعة